السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس من مدارس هيبطولة إن شاء الله يامس اليوم رح نكمل بالفصل الثاني من الوحدة الأولى في فصلنا يلي هو بتحدث عن العدسات في الدرس الأول رح نبلش فيه التحدث عن العدسات أنواعها ومبدأ عملها هلأ بداية يامس إحنا عرفنا في الفصل الأول أنه العالم الحسن بن الهيثم بلش يحكينا عن أنواع العدسات يلي عالجت أو اللي كانت تتصحح عيوب الإبصار الآن بدنا نحكي عن هدول العدسات بالتفصيل أنواعها خصائصها بماذا تستخدم وهكذا بداية يامس بدنا نعرف أيش يعني مفهوم العدسة العدسة يا سادس هي جسم شفاف له سطحين كرويين لاحظوا معي هون يامس هاي العدسة وهاي العدسة العدسة اللي لاحظوا هون عندي طبعا هي جسم شفاف يعني بيسمح للضوء بأنه يمر من خلاله الآن حكالي برضو أنها لها سطحين كرويين هاي السطح الأول وهي السطح الثاني وهون نفس الشي هون عندي السطح الأول وهون عندي السطح الثاني طيب ما أنواع العدسات العدسات هي العدسة المحدبة والعدسة المقارعة خلينا هلأ نتعرف عليهم بالتفصيل بداية يا ميس عندي العدسة المحدبة يلي سبق وشوفنا في السلايدي السابق هاي هي العدسة المحدبة تمام نحفظ شكلها هاي عدسة محدبة الآن العدسة المحدبة هي جسم شفاف وتكون سميكة تكون سميكة من الوسط ورقيقة من الأطراف إذن هي جسم شفاف بتكون سميكة من الوسط ورقيقة من الأطراف الآن بداية خلينا نحكي عن خصائص هاي العدسة يلي هي العدسة المحدبة من خصائص هاي العدسة بداية إنها تجمع الضوء الساقط عليها أيضا تكبر صورة الأجسام لهيك أطلقوا عليها اسم المجهر أيضا يامس بتتميز بقرتها بأنها حقيقية وهلأ رح نتعرف إيش يعني البقرة إذن خصائص العدسة المحددة أولا تجمع الضوء الساقط عليها يعني هي مجمعة للضوء أيضا تكبر صورة الأجسام لمثل ما حكيت لكم بيطلقوا عليها اسم العدسة المجهر وأيضا بتتميز بقرتها بأنها حقيقية طيب يا مسهلة لاحظوا هنا معي بهذا الشيب تسمى العدسة المحدبة بالعدسة المجمعة لأنها بتجمع الضوء الساقط عليها إذن هي عدسة مجمعة ما بتفرق الضوء بل تجمعه بتجمعه بوين ببقرة حقيقية خلينا نشوف مع بعض بالسلايد هاد إيش يعني البقرة الحقيقية هلأ يا مس لاحظوا هون هاي البقرة هي النقطة اللي بتتجمع فيها الأشعة المنكسرة من العدسة المحدبة لاحظوا يا مس طبعا عندي أنا هاي العدسة المحدبة تمام وعندي هاي الضوء الساقط بيكون بهذا الشكل هلأ هاي العدسة طبعا بنكسر عندي هذا الشعاع وكله بيتجمع في بقرة نحكي لها بقرة حقيقية ليش يا مس لأنها بتجمع الأشعة تجمع الأشعة إذن البقرة هي نقطة تتجمع فيها الأشعة المنكسرة من العدسة المحدبة أما الآن نتحدث عن العدسة المقاررة العدسة المقاررة هي جسم شفاف بتكون عكس العدسة المحدبة رقيقة من الوسط وسميكة من الأطراف لاحظوا لشكلها في هاي الصورة لاحظوا مس هي عدسة طبعا بتكون رقيقة من الوسط وسميكة من الأطراف هلأ نحكي عن خصائص العدسة المقاررة من خصائص العدسة المقاررة إنها تفرق الأشعة الساقطة عليها تفرق الأشعة الساقطة عليها مثلا لاحظ يا مس كيف عندي هون في هاي الصورة هاي الأشعة كانوا ساقطين بهذا الشكل مباشرة فرقت لي هاي الأشعة أيضا هي بتصغر صورة الأجسام إذن هي عكس العدسة المحدبة العدسة المحدبة كانت بتكبر للأجسام لأ هون العدسة المقاررة تصغر صورة الأجسام أيضا تتميز بقرتها بأنها وهمية أي غير حقيقية إذن خصائص العدسة المقاررة أولا تفرق الأشعة لهيك سموها المفرقة المشتتة أيضا بتصغر صورة الأجسام يعني بتتميز بقرتها بأن وأيضا تتميز بقرتها بأنها وهمية مثل ما حكيت لكم هون تسمى العدسة المقاررة بالعدسة المفرقة لأنها بتفرق الأشعة الساقطة عليها مثل ما شفنا في الصورة الآن يا ميس بدنا نحكي عن أشكال العدسات العدسات المحدبة والعدسات المقاررة نبلش بالعدسة المحدبة بداية العدسة المحدبة أول شكل نشوف هلأ الصورة هون عندي أول شكل من أشكال العدسة المحدبة بتكون محدبة مقاررة لاحظوا يعني من جهة بتكون محدبة ومن جهة أخرى تكون مقعرة أما الشكل الثاني فبتكون محدبة مستوية محدبة مستوية أي مثل المرأة أوكي لكن بتكون عدسة الآن ثالث شكل من أشكال العدسة المحدبة إنها بتكون محدبة الوجهين يعني من اليمين ومن الشمال يعني الجهتين بتكون شكل عدسة محدبة إذن إلها ثلاث أشكال محدبة مقعرة محدبة مستوية ومحدبة الوجهين هلأ ننتقل لأشكال العدسة المقعرة العدسة المقعرة أيضا يمس إلها أشكال بداية مقعرة محدبة أي وجه محدب ووجه مقعر تمام؟ أيضا مقعرة مستوية يعني وجه مستوي مستقيم ووجه آخر بتكون في مقعرة وثالث شيء مقعرة الوجهين إن شاء الله يا مسرح نرفق فيديو عملي أفرجيكم فيه العدسات وهيك بنكون هنا درسنا ويعطيكم ألف عافية